اشتركوا في القناة دكتور من الموضوعات اللي ورد فيها حديث كثيرة موضوع المسئولية وحديث اليوم عن المسئولية هو الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته فكلكم راع ومسئول عن رعيته صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم دكتور زي ما تعودنا في البداية حبين نحن نتعرف على المعنى العام للحد نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المسؤولين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا حديث عظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المسؤولية والأمانة الملقاه على الإنسان وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الإنسان هباء ولا سدى وإنما هو خليفته في أرضه وحمله الأمنة العظمى التي عجز عن حملها السماوات والأرض وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم لكلكم راعي يبين أن كل إنسان في مكانه وفي زمانه وفي موقفه بالنسبة لغيره لديه شيء وأمانة وحمل هو مسؤول عنه وعن حفظه وعن رعايته وأن الله سبحانه وتعالى سيسأله عن هذه الأمانة يوم القيامة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرتب هذه الأمانة والحمل المسؤولية بداية من أعظم مسؤول موجود إلى أدنى مسؤول بداية من ولي الأمر إلى الخادم الموجود في البيت فبين أن كل واحد منهم في موقعه لديه مسؤولية عظيمة هو مسؤول عنه فقال صلى الله عليه وسلم كلكم راعي يعني حافظ مؤتمن مسؤول عن حفظ ما وكل إليه من الأمانة وكلكم مسؤول عن رعيتي يعني محاسب عما فعله في هذه الرعية هل قام بشؤونها وحفظها وصيانتها ورعايتها أو ضيع ذلك فيقول الإمام راعي ومسؤول عن رعيتي يرد به الإمام وهو كل من كان في موضع الحكم والولاية والسلطة سواء كان ولاية عظمة مثل مثلا الملك والأمير والحاكم والسلطان أو من دونه بحسب موقعه فهو مسؤول عن رعيتي والرجل راعي في أهله يعني في أهله وبيته ومسؤول عن رعيته والمرأة أيضا راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته والخادم راعي في مال سيدي ومسؤول عن رعيته وهذا التدريج رغم أنه يبين أن الجميع مسؤول لكن المسؤولية متنوعة فالإمام المسؤول مسؤوليته ورعياته تعنى بالإقامة والحماية والرعاية الإقامة للعدل والحماية للرعية ورعاية أوامر الشرع فيهم والحرص على مسؤوليته ننتقل بعد ذلك إلى الرجل في بيته رعايته هي السعاية عليهم والحفظ لهم وتلبية ما يحتاجون إليه من المصالح والأمور ثم المرأة بعد ذلك والخادم رعايتهم هي رعاية حفظ وتدبير لما استرعاهم عليه من هو فوقهم من السيد أو الرجل الذي في البيت يبقى الأمر أن نقول طيب والذي ليس تحته يعني رعية يرعاه أين مسؤوليته نقول مسؤوليته وأمانته ورعايته لنفسه فالله سبحانه وتعالى أعطاك هذا النفس وأعطاك هذا الجسد وأعطاك أوامر الشرع فأنت مسؤول عن رعاية نفسك وحفظها فيما يصلحها وفيما يؤدي بها إلى طريق الخير والصلاح وتبعدها عن كل ما يؤدي بها إلى طريق الهلاك والخسر إذن فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته ومن أعظم الذنوب أو من أعظم الآثام أن يضيع الإنسان ما استرعاه الله وأتمنه عليه طيب دكتور يعني في بداية الحديث النص كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بينما بعد ذلك الحديث يعني تطرق إلى أصناف أو فئات معين الإمام والرجل والمرأة والخادم ربما يرى البعض أو يتساءل لماذا ذكرت هذه الأصناف دون غيرها بينما في بداية الحديث يفهم أن كل إنسان هو مسؤول وأنه هناك من هو سيكون مسؤول عنه نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بالأمثلة المباشرة القريبة من الفهم والملاصقة لنا فما منا من أحد إلا وهو في موقعه مرؤوس بالحاكم والأمير الذي يرعى الدولة التي يعيش فيها أو المكان الذي يعيش فيه وما من في الغالب يعني إلا ولديه أسرة هو مسؤول عنها والغالب أيضا المرأة تكون إما ربة بيت فعندها مسؤولية وأطفال أو تكون هي بنت أو أخت أو كذا فمسؤولة في البيت الذي فيه حتى الخادم أو العامل سواء كان خادما سيد أو خادم يعمل في المصالح العامة فهو أيضا يعني يعتبر راعي لمسترعه لكن نقول هل هذا محصور أو هذه أمثلة لكن نقول الخلاصة كل إنسان في مكانه فهو راعي ومحتحم لأمانة سيسأله الله عنها ده دكتور ياخدنا برضو لسؤالتين وهو أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول أو حينما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن الكل مسؤول ومسؤول عن أمانة وهنا نعود إلى من الذي حمل الإنسان هذه الأمانة أو من الذي أعطاه هذه المسؤولية وربما يعني كما يقولون في علوم الإدارة أن المسؤولية تقابلها سلطة أو يقابلها يعني أنت تأخذ صلاحيات معينة باعتبار أنك والي فأنت بالتالي يقابلها مسألة إذا تم إساءة استخدام هذا المنصب أو هذه السلطة فهنا وكأن هذا المنصب أي أن كان المنصب هذا الزوج كونه زوج هذه المرأة كونها زوجة هذا الخادم كونه موجود خادم في بيتنا البيوت هو أمر لم يصل إليه بنفسه وبالتالي فكأن الله سبحانه وتعالى أوصله إلى هذا المكان أو قدره له بشكل أو بآخر ومن ثم بالتالي الله سبحانه وتعالى له الحق في أن يسائله على هذا الأمر نعم نقول في البداية أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان لحكمه نعم فبداية خلق الإنسان له حكمه فلم يخلق الله سبحانه وتعالى آدم وذريته إلا لحكمة نعلمه سبحانه وتعالى وهو الاستخلاف في الأرض وحمل الأمن ولهذا السبب العظيم فضل الإنسان الصالح المؤمن على الملك المقرد لأنه هو تحمل أمانه وأعطي أدوات الاختيار كما تقول إنه هو الأمن دي هيصلح فيها ويقوم بها ولا يضيعها ويفرط فيها فنظر لأنه أعطي الخيار وأعطي القدر وأعطي القرار وسيحاسب عن ذلك أصبح مقدما على الملك الذي لا يستطيع إلا أو ليس لديه إلا خيار الطاعة المطلقة ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم فإذا نقول إن هذه المسئولية هي سبب تشريف الإنسان وسبب تفضيله على جميع ما خلق الله سبحانه وتعالى الأمر الآخر أن الحياة خلقت دار اختبار وامتحان وهذا رعاية الإنسان لما استرعاه الله عليه هو أحد اختبارات الحياة الدنيا التي يختبره الله فيه فالله سبحانه وتعالى كما ابتل الإنسان بأوامر الشر التي تنظم حياته في تعامله مع الله ومع الخلق أيضا سيبتل الإنسان بأن يكون مسئول عن آخرين وينظر الله كيف يعاملهم وكيف يحفظ عليهم وبمقدار رعايته لهذا الله سبحانه وتعالى يكون ولا يوجد مسئول إلا وفوقه من هو أعلى من حتى نصل إلى المسئول الأعلى الذي سيحاسبه الله سبحانه وتعالى عما استرعى في هذه الرأي دكتور برضو لفظ مسئول لما نتحدث عن الحاكم أي أن كانت درجته لما نتحدث عن الرجل لما نتحدث عن المرأة مع الأولاد وفي بيت زوجي لما نتحدث عن الخالب لفظ مسئول ربما إحنا كبشر بنهرب منه ودايما نحط للأشخاص في موضع المسئولية منصب أو مسمى آخر يوحي بأنه هو صاحب السلطة أو صاحب لكن بيغيب عنه المسئولية أو معنى المسئولية في المناصب أو في التولي يمكن أن نستبدل كلمة مسئول بكلمة أخرى نقول كلكم رئيس وتحتوي مرؤوس لكن التعبير بمسئول تدل على خطورة المكانة مسئول يعني ستسأل مسئول يعني ستحاسب إذن أعد لكل شيء جوابا والمسئولية من جانبين مسئولية ممن هو أعلى منك منصبا ومكانا سيسألك عن ما أصلحت أو ضيعت فيما ولاك فيه ومسئولية أمام الله اللي هي مراقبة الضمير الذي لا يطلع عليه إلا الله فالمسئولية مشترك إن كان فوقك من هو أعلى منك سيحاسبك وإنما يأتي الحساب الذي يوفق الله فالإنسان يستطيع أن يخدع الإنسان الذي مثله لكن أن يخدع الله سبحانه وتعالى لكن ده دكتور يعني الحقيقة بيخرجنا من كثير من الإشكاليات اللي احنا نشوفها إنه لما بيكون في نوع معين من العلاقات ما بين رعية وراعي إنه بنبص هو أحسن وبالتالي أنا أحسن هو أساء فأنا كمان أنا ممكن أسيه هو لم يقم بدوره فأنا بالتالي كزوجة أنا لن أقوم بدوري بينما هنا الحديث وكأنه بيوجهنا إلى أنه كل إنسان ملوش علاقة ببيرة العلاقة اللي هو موجود فيها قد ما هو له اتصاظ بالله سبحانه وتعالى هو أعطاه هذه المسؤولية وبالتالي هو بيعامل الله سبحانه وتعالى في هذا المكان أو في هذا المكان نعم نعم حضرتك تشير إلى نقطة حساسة ودقيقة جدا فعلا مهمة جدا في الموضوع هو ماذا لو كان الذي أعلى مني لا يقوم بواجبه فهل أتخذ هذا الذريعة أن أضيع أنا ما عليه من الحقوق وهنا يأتي دور المراقبة لله سبحانه وتعالى والشعوب المسؤولية وأن الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام سيجمع الجميع وسيحاسب كل إنسان على مسؤولية وهذا يظهر مثلا كثيرا في عقوق الأبناء للآباء أو للأمهات بسبب أن الأباء أو الأمهات قصروا أو لم يعطوهم الرعاية أن هذا لا يبرر هذا فالله سيسأل الأب عن رعيته وأبنائه وهل أحسن إليهم أو قصر وسيسأل الأبناء عن برهم بآبائهم كسلة الرحمة أيضا أن قريبي يسيء إلي ولا يرعى الله في وفي حقي فهل أسيء إليه جاري الذي لا يرعى حق الجوار هل أيضا أنا أسيء إليه بالمعاملة بالمثل رئيسي في العمل يسيء ويظلم وكذا فهل أنا أيضا لا أعطيه حق العمل وأتذرع بذلك الإسلام لا يدعو إلى ذلك بل يدعو أن يكون كل إنسان يقوم بالواجب الذي عليه وأنه إذا ظلم أو قصر في حقه يتأكد تماما أن الله سبحانه وتعالى سيوصل هذا الحق إليه وإن لم يكن في الدنيا فلابد أن يأتي يوم الحساب فيوصله بالله كل ما نقص من حقه يوم القيام دكتور يعني قبل آل الختام كنا نحب أن نعرف من حقه إيه هي الرسالة التطبيقية اللي ممكن نخرج بها من هذا الحديث بحيث أن نحن في الحياة تكون هداية ونور لنا في تعاملاتنا اليومية يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان على هذه الأرض هو متحمل لأمانة ومسؤول عنها وكلما زادت هذه المسؤوليات كلما زادت أمانته ومسؤوليته وكلما زاد حسابه فيا أيها الإنسان المسترع أو الموجود في موقع مسؤول عن غيرك لا تعتقد أن هذا تشريف وأن هذا من يعني زار الدنيا بل هي كلما زادت مسؤولياتك كلما زادت حسابك وكلما ثقلت عليك الأمانة كلما كان حسابك أعظم فانتبه لذلك وابدأ أولا برعاية الله في أماناتك التي استأمنك عليها وهي رعايتك لنفسك وحفظك لها والقيام فيها بأوامر الشر ثم بعد ذلك تبدأ بالدائرة الأقرب فالأقرب يعني منك فرعايتك لنفسك ثم رعايتك لمن حولك من الأبناء والأولاد والوالدين والأهل ثم بعد ذلك رعايتك لمن هم معك في العمل أو مرؤوسيك ثم بعد ذلك الرعاية للحقوق التي عليك ممن فوقك وتستشعر أن الله في يوم من الأيام لا بد سيحاسبك عن هذه الأمانة والرعاية وليحرص الإنسان على أن يؤدي هذه الأمانة بقدر ما يستطيع وبقدر ما يقدر عليه حتى ينجو يوم القيامة طيب دكتور يعني هنا إحنا شايفين أنه الحديث يتكلم على فكرة المسؤولية والدور الذي يقوم به كل شخص وأنه سيحاسب عليه قبل الختام هل هنا بيفترض نوع معين من رد الفعل أو الاستجابة من هذه الرعاية أو من هؤلاء الأشخاص اللي بيكون الشخص مسؤول عنهم يعني مثلا بنتكلم على الزوك فكونه مسؤول عن البيت أو كونه مسؤول عن رعيته اللي هي الأسرة هل دا يتطلب نوع من الاستجابة من الأسرة تقبل هذا الدور نوع من تقبل الرعية لمسؤولية الحاكم نوع من الأشخاص اللي هما ما هم دون الخادم في تقبل قيامه بهذا الواجب أو أنه دا منوت صلاحياته وبالتالي يكون في نوع من الاستجابة المعينة نقول أن المطلوب من الإنسان هو أن يقوم بدوره من حيث بذل الأسباب واستفراغ الوسع في الأمر أما النتائج فهو غير مسؤول عنه بمعنى أنني بدلت النصحة لأولادي ولأهلي ولأهل بيتي وقمت بكل ما أستطيع لهم من أسباب الخير والرعاية لمصالحة أن يكون هناك قبول لما أعمل أو نتائج دائما استقبال حسن لهذا ليس مطول كما نقول نرجع إلى قوله تعالى إن عليك إلا البلاغ فرسول صلى الله عليه وسلم وكل نبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يقوم بدوره في الرسالة التي أرسل الله له إلى من أرسل إليهم فيبلغ لكن الاستجابة والهداية ليست من أمره وإنما هذا الأمر صحيح هذا من جانب الشخص المسؤول لكن من جانب أنه نحن الرعية ممكن برضو نحن بنشوف أحيانا أنه في عدم توقير نعم لدور هذا الرعي بشكل أو بآخر وبالتالي نحن بنعرف أنه الإسلام ماذا يوجب على هذا الشخص كما أوجب على الشخص المسؤول أنه يقوم بدوره نعم وأنه لا ينتظر رد فعلي معين لكنه بالفعل هناك نوع معين من التوطيئة لهذا الشخص أنه يقوم بدوره نعم أن الله سبحانه وتعالى كما أنه جعلنا فوق بعض طبقات فقد أمر دائما أن يكون الأدنى مطيعا للأهل طالما أن الأمر يكون في حدود شرع الله وفي حدود ما أمر الله فلذلك أمر الأبناء بطاعة الوالدين وأمر الرعية بطاعة الأمير أو الحاكم فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نعم إذن فالله سبحانه وتعالى أمر بالطاعة وأمر أن يكون الإنسان بما أنه راع يقوم بالواجب أمر الرعية أيضا أن تطيع هذا الرعي وأن تأتمر بأمره ما لم يأمر بما يخالف الله أو يصادم أمره شرع الله سبحانه وتعالى وبالتالي تستقيم تستقيم نعم وأن الذي يخالف يعتبر عاصيا لله سبحانه وتعالى فالذي يخالف أمر والديه عاق والذي يخالف أمر مرؤوسيه أو من تمر أو أمره الله عليهم فهو أيضا عاصن لله سبحانه وتعالى لأن عمو الأمر وأطيعوا الله وأولوا الرسول وأولي الأمر منكم نعم كده متابعين نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج من هدي الرسول في الختام نتوجه بدي الشكر لفضيلة الدكتور محمد معبد المدير العام لشؤون الفنية العلمية بالأزهر الشريف والمشرف العام على لجنة أحياء الترث شكرا جزيلا لفنطن شكرا شكرا لكم متابعين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته